السلامة لبنات مرحبا بكم في القناة اليوم سنشارك معكم ميني كيك اللي بخالط واحد ولكن جوج الماضاقات اللي رائع صراحة ونشارك معكم التحلية بالليمون المانضالين اللي الشكل دياله زوين والماضاق دياله رائع أكثر نتمنى يعجبكم هاد الوصفة وتبعوا المراحيل دياله والمقادر كلها أكثر يسا تكون في البيت المهم غنحتاجوا هنية غنحتاجوا المانضالين وانا غنخدم معكم بالمركز المانضالين اللي انا خدمت معكم من قبل تحلوه لكم في صندق الوصف المهم غنحتاجوا ثلاثة الكيسان كبار ديال الماء كل كاز ديال الماء غندير فيه ثلاثة المعالق ديال المراكز ديال المانضالين يحني هنا هيدر تسعة المعالق ديال المانضالين في اذك الكاس اللي تتشوفه وغنحتاجوا لنشارك ميزينه والسانيضه وغنحتاجوا فلو عادي ديال بنكهة الفاني ميكون في هذا يجب أن نضيف المركز سوف نضيف المركز يجب أن نفتح ثلاثة كسن الماء ثلاثة المعالق يجب أن يكون لديهم كاس الماء كما تريد المركز يجب أن يضيف المركز يحصل على ليمون عادي يجب أن يسعى أفضل الماضي senti يتكلف الماء يجب أن نشط نضيفها 1 جوج 3 نشا نضيفها نضيفها تنصح لنا اللون نضيفها 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 يعني غير غير اها يعني ق Argent di lalumene لدرسيتي ونضيفها نريد المنضالي نضع الكاس في هذا الطرف نحاول أن نصبع لك الجمالية نحبط بحالك و نورك عليه مزيان دعونا كل هم سنستفوا بلتخج الجميل نقدم كل شي ونورد نكمل هذه الكيسات نكملها نقود الممين كم المنزل نكمل الخالج نقوم بلتخل نحرك المتلاج والحليب يتعطن لنا عكس الحليب التحلية رتقالة تشوفوا كديرة تتقيلة ولكن مع الفلوق وفي نتوقت مع النشاق ضغيات تشد لنا بلاستا هنا سنتكي الكاس نبقى شاده بشكل مائل ونخوي بالواحد بالواحد وتنستفيهم كيف تتشوفوا اخذو لنا هذا الشكل لي بردو نحرك المتلاج والناس اللي جاتهم بهذه العملية صعبة يقدروا يديروا الليمون واقف و يكبوا لهم نص الكاس الليمون يعني المانضالين و النص حليب يعني لم يرسوا هات الشكل يعني انا اهدرت ليموا هات الشكل اعطاه جمال يزوينه ولكي اللي جاهم صعب يديروا عادي يدعون الحليب نضيف تلاجة الأول نضيف حليب نضيف حليب نعود السنيد نضيف الحليب و نضيف الحليب نضيف حليب نضيف الحليب او شاسية الفانية اللي بغيتو التومية عير روح دي الفانية تتكون شوية مجهدة هنا بالنسبة انا يا درت عير لنصليطر دي الحالي بما تكونوش فيه ثلاثة الكيسان كبار يعني اللي عمرت الكيسان معطانيش خسة الكووس اعطاني عير خمسة يعني مع الكيسان عندي كبار يعني لو بغيتو تعبرو بالحالي مل احسن ديرو التومية كيسان قد الحليب قد العاصر كيف كدرتو ثلاثة الماء ثلاثة عاصر باش يجيكم قد قد هذا هو الفرق من بعد ما طابلت لنا الكريمة دينا وتقالت لنا كما تتشوفو غنخووها في ايناء اخر يعني باش ما تبقاش شماكين وغنزيدو عليها الزبدة مع علقة كبيرة دي الزبدة يعني ونخلطوها من حد الكريمة دينا بقى سخونة هاد الزبدة ستتعطيعو حد الماضاق اللي بني وفنس وقت تجي وحد اللمعة فيها وتجي كريمية غنزيدوها في الكريمة دينا ونخلطوها مزيان الزبدة دينا مهم انا را تانا اي حاجة وقعت في الفيديو تانا نشرح عليكم باش تبهم توقعش فيها مهم كاس واحد را كانت الغالية لانا الحليب نتابهت بالنفيج كيسان ونص غنزيدوها مع علقات دي الكريمة هنالي تدجيتها هي زوينة بالنسبة اللي عدو الطراب الكهربائي دير هاد العملية نبغاش يزرب بالطراب ديال الليد لهم ديال الليد را كيفية ساتن نخلطوها مزيان لنا هاد الكريمة اللي زدنا تتزيدنا واحد الليدة وتتحايد لنا ذاك الطعم ديال الدقيق الابيض وفنس وقت يجي الماضاق مختلف ديال تحلية دينا دابهنا يا را تنشدو الكووس سنحاولو نخليهم مائلين هما را بردو عرهما باش نبقاوش هاد ديالنا ذاك العبار ديالنا وتنبدو نفرغو بحت شوية بحكايا اللي عدو جيب حلاواني من الأحسن تيجيكم ساهل يعني يخدم بيه سنبقاها بحكايا تننظفوا دائما الكيس ديالنا الكاس ديالنا لطلالينا او الدفق لنا ضروري هاد الاغلاطي طيب يوقعوا لنا في الكوزينة انا را ما تنحدفهم مش اغلابيتهم تنخليهم المهم انتمنى يعجبكم هاد الفيديو عده بغندوزو الميني كيك ديالنا اللي هو رائع وغيكون بجوز ماداقات مختلفين وساهل وببيضة واحدة غنديرو بيضة وقبسة ديال الملحة غنديرو فانية بالنسبة للتحلي ديالنا خلينا تبرد هنا غن نحتاجو تولوتين الكأس ديال السنيدة يعني نفوتو النص وحد شوية كأس ديال العنبة ديالنا وغن نديرو فيه السنيدة ونفس العبارة يكون زيت وحليب يعني ما تكونش عمرتها للفوق لا لاحظتوها يعني مع بقي واحد تقريبا واحد سنتيم او كتر اللي تبقى تنطربوا ذيك البيضة مزيان مع السنيدة قدما هنا نطربناه الكريمة ديال البيض ديالنا البيض ديالنا بياض سوف نزيدو في المكونات الاخرين احنا درنا فانية شوية الملحة احنا درنا تولوتين كأس الحليب تنبدو نزيدو بشوية بشوية وحنا تنخلطو الحليب برا بيرد يعني ما دافي موالو عادي البيضة اللي تتكون بحرارة المطبخ لانا تتباش مجينش الكيك ديالنا هابط دائما البيض نجي بدوه قبل بساعة بجو سويع لكن عد نفط اللاجر بانا نصيبو شي كيك هنا تنخلط وغنزيد كأس ديال الزيت تهوتو لوتين كأس ديال الزيت في الصراحة الكيك تيجي مفشفش ورطب والديد الاهم وتيجي هاد ميني كيك تخليك تاكليهم دراري ياكلهم يعني وتيعطو منظر زوين تفل حطا الصراحة تيجي الشكل ديالهم زوين من بعد غنزيد كأس ديال الزيت دقيق الابيض ودائما تنغرب لو الدقيق ديالنا لا تكون في شي شوائب او مكركب بش ميجين الصعيد اهنا غنحتاجو احنا كأس واربع غنزيد ربع ديال كأس ديال الزيت دقيق اللي لنا في الكمية اللي عدنا ديال الخالط وغنزيد خمارة وحدة ديال الحلوة كافية لهاد الخالط ديالنا يعني تتعطينا كيكة من فوخة وزوينة فهذا وما المكوينة ديال الكيك ديالنا غنخلطوهم مزيان وغنقسموه ولي غنقسموه غنزيدوش اضافات اللي غاي يزيدونا كل وحدة في النكهة مختلفة والصراحة لديد نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاركوهم على اصدقاء ديالكم ودائما مرحبا بكم في القناة وتنشكركم على المشاركة في القناة الناس اللي يدخلوا لقناة ديال وتتعجبهم والناس اللي تدروا ليه لايك مرحبا بكم وتنشكركم بزاف 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 المهم عدي هنا يا الكيك ديال اللي وجد قسمتو جوج غتقسموتو ما فهم ما بغيتو انا قسمتو هنا في كاصرو نقيت احدا يكا قسمت فيها المهم غتقسمو نفس العبار يعني باش يعطيكم الكيك قد قد يعني واحد نواغ واحد ابيض هنايا غدا نزيدو مكونات بالنسبة الهنايا غنزيد معلقة ديال الشوكولات المر او شاصية ديال الشوكولات الناس اللي مع الدمشادات يستعملو تشاصية يعني كل شي ضروري هذا اللي كان عدك في الدار من الاحسن هذا غنزيدو واحد المعالقة صغيرة ديال الخل الابيض واحد المعالقة انا ما عبرتش ولكن بنت لي يعني واحد المعالقة يعني قد صغيرة صافي هدو الكيك ديالنا الاول هو وجد صافي خل غنخلطو وغندوزول التاني باش نشارك معاكم اش غنزيدو في الاضافات الابيض تنخلطو مزيان هنا مع ديال الغبرة يعني ديال الشوكولات كافية الكيك ديالنا بقي مجموع ما تخفف لنا ما ولا بالنسبة ان دوزول هنا الكيك الابيض غنزيدو فيه هنا قشرة ديال الحامض فنزيدو عصي الحمياء ديال العصير هدوك المعالقة انا فنزيد محلوق الكيك ديالنا وا الثقة مع نزيد ابيض لكيك الملات وضع لكيك الحمود والثالثة نقطة حمودة الزبدة كيف تنخوي 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 وتنخلي هبط واحد شوية وتبقى لنا تقريبا شي سنتين في المول ديالنا وخاهم المولات صغر خاص يبقى لنا فيني تنفخ لنا الكيك ديالنا يعني هنايا خرجوا لي انايا خمسة وتقدروا اللي بغا تدرو تقلم لهاد الكمية يعني تقدكم تستستا هنا اياتا نفرغ هذا الكيك اللي عندي بالكحل نفس طريقة تنخليوا المول ديالنا مع مرشة الفوق باش تلقى فين تنفخ لكيك ديالنا صافوا تندخلوا الفرن تكون سخون ونقصوا البوطاء ونخلي مطبوع لخاطرهم طياب محل الكيكة من بعد غنوجدو دابايا الحشوة ديالنا غندير كاس وربع ديال الحليب غندير جوج مع القتع الساني ده وغندير معلقة ديال الكريم باتيسي وغندير هنايا نصف شاصية ديال فاني هادي الكريمة اللي غنستعمله في الكيك البيضاء غندير وطيب على البوطاء وغندوزون ديرو تاني كاس ديال الحليب اربع هادي الكيك الكحلة يعني نواق وغندير معلقة ديال الشوكولاتة المر او اي نوع وغندير جوج معلقة ديال الكريمة تاني وغبرة صافي وتان خلطو هدوم الكريمة ديالنا باش غنزينو الميني كيك ديالنا صغير وغنزيد الفانية من نص ديالها يعني بجوج من السمين صافي اللي تيطيبو لنا الكيكة ديالنا تانخرجوهم ناشفين شو الشكل ديالهم دهب وتانخوي ديك الكريمة ديالي ممن اللي احسن خويها بقى دافية باش متعطيكم شو واحد تتجين او حد لمعة فيها كيف تتشوفو انا لكا اخويت البيضاء وتعطلت في الكحلة شوية يعني معطاتش هد لمعة الملمس يعني اذا كل اللون الملمس لاحظتوها يعني مبغيش نوريكم يعني تنوريكم تالا اغلاط من اللي احسن طيبو بالوحدة بالوحدة انا طيبتم بجوج انا طيبتون بجوج للكريمات يعني وحدة اللي بغيت نخوي الخراج لقيت الخراج شدات دغيا يعني بردات يعني معاكين عدنا البرد من اللي احس نضيفه بالوحدة بالوحدة خاصة في الفصل البرد نضيف الكيك الأبيض وضيفة الحامض يدل النار على الكيك وضيفة الحامض والشوكولات نضيف الكيك نضيف الكيك لدينا الحلوات يتم تلك السيليكون ويضيفة نضيف الكريمة و نضيف الكريمة الكيك لي عدي بالكحل أعطيتها تشكيل و تضيفه و نحن الكبار تحدف لي الفيديو و لم أفهمت و قلت نزيل لكم و قدرت هنا و نضيف الكريمة و نتمنع عجبكم و تحليه بردات و نضيف شوكولات حبيبات وجيت رائعة و جربوها و تعتمدوا و ان شاء الله في رمضان و الناس سوف نشارك و مرحبا و نتمنع عجبكم و نشكركم على الدعم و اشترككم و اشترككم